طيب بمناسبة منتخب سوريا وهيكتور كوبر ومحمود فايز والجهاز العظيم اللي انت اشتغلت معه دوت ليه مش موجود معهم في الجهاز في منتخب سوريا؟ لا يعني هو انت مش يعني مش مفروض على حد لا اسمعت ان انت تعرض عليك حاجة زي كده قبل كده منتخب سوريا اتعرض لكن ما كانش بمناسب بالنسبة لي ما كانش مع هيكتور كوبر ما كانش مع هيكتور كوبر كان مع جهاز تاني طيب اختيار عسام الحضري للمنتخب السوري نفرح لكتابة العسام الحضري ومنتخب محترم وكل التفاصيل لي انت بقى مع الخطوة اللي خده انه يترك المنتخب الوليمبي يروح للمنتخب السوري ولا كنت شايف انه ممكن يخرج بطريقة افضل لا انا هجاوبك بطريقة تانية اه انا لو بمرر منتخب البراعم دلوقتي الحاليا ما قدرش اسيبه منتخب مصر للبراعم اجابة كافية اجابة كافية الى حد كبير بس خلاص بس الباقي بقى لو انت دلوقتي مش مرتبط بعقد مع منتخب مصر بعقد يعني يلزمك او يفيش روت جزائية وجالك عرض تاني بقولك انا مفيش عقد بيني وبين المنتخب اه انا جيت من قطر على المنتخب خمستاشر ضعف اه هناك هناك اه خمستاشر ضعف بالزبط ولما قالوا لي تعالى انزل نزلت انا بقولك بقولك مش مبالغة خمستاشر ضعف اكيد بفقى علينا في التليزيون اللقتي بقولك ايه كابتر احمد اه بس انا عايف ان انت برضو الوطنية دي حقيقة ايه يعني انا ما فكرتش لحظة اه ما فكرتش كان جاي مدرب اسمه صابري لموشي طبعا طبعا كنت انا بجتغل مع اخر حاجة مع راسفان لوسيسكو الابن طبعا انا عارف طبعا لوسيسكو الاب طبعا يعني اللي هو وجاي صابري لموشي معه جهازه ها كاملا ها وقال مش حيقدر يستغني عن مدرب الحراس قال مش حيقدر يستغني عن مدرب الحراس باش مواندس هنا بريدة وقال لي يا أحمد أنت مخا... السيفي بتاعك مفوش المنتخل قلت له خلي بالك باش مواندس داني حلوى الدخلة مبدايا يعني اه يعني هو بضع لك على طول انت عارف هو الباش مواندس اه دخلها لك دخلة سريمة من خف دم في الدنيا طبع فقلت له عايز إيه قال لي تنزل قلت له حاضر قالوا لي ازاي؟ يعني مش منطق يعني وصلت الرقم بتاع مديرين فنيين طبعا في قطر الرقم اللي أنا باخده كان أكبر من مديرين فنيين هنا اللي هو يعني كده يعني عاملك الإغراء التام في الفلس تمام وخلاص وبعدين قاعد في اللقلقة ها من أحسن عشر منتجعات في العالم ها ها عربيتي بتتركن تحت الشقة ها تفاهم انت ازاي؟ فانا انا تمام زي الفل ومعي امراتي ومعي أمينة ومعي كله تمام بس اتقال لك منتقى خمص ما فكرتش جاري ها وبعدين الحمد لله يعني ما أنا جيت رحت كاس عالم ونهاية أفريقيا ها فربنا عوضك وبعدين بدأت برقم صغير جدا في المنتخب صغير جدا اللي هو كان ولكن نهاية برقم ممتاز ها يعني هي المسألة مش بالنسبة لي يعني ماديا دي از مش مش حتة يعني أنا عندي يقين كامل على ان يعني اللي مكتوب لك هتشوفه هتاخده اه صح طيب في خلال خمس ست سنين تضاعف المرتب لحد ما وصل رقم محترق وانا ما بفكرش اصلا في يوصل ما يوصلس وما كنتش بتشتغل مع المنتخب بعد لا ازاي بعد لا طبعا في عقود عشان كان فيه كلام يقولك ان المدربين المصريين ما بيشتغلوا لا 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 بالعكس كان عندنا عقود طبعا لا لا كان فيه عقود طيب عسام الحضري اسم كبير في تاريخ مصر نعايزين نعدي عسام الحضري يا خلاص لا ده أنا عايز بس ده أنا عايز اخده في حتة بسيطة وهنمشي اسم كبير في تاريخ مصر وهجبها من ناحيتك انت مش من ناحية عسام الحضري لو انت يا كبيرتنا احمد مدرب حراس مرمى المنتخب الاول وبعد كده جي حد قالك معلش انت عتسيب المنتخب الاول وتبقى مدرب او حراس مرمى المنتخب الاولمبي مش بدق براعة من عايف تقول لي ما انا قلت لك البراعة انت كنت هنا وبقت هنا انا وفقت انا وفقت اه والله الموافقة دي اه ده عقد اه طالما انا وفقت ان انا اشتغل يبقى انا كنت موافق الى حين مم مجلي فرصة دي قصة تاني صح نقفل دي